عايزة اسألك وانا بسمع التقرير دلوقتي كابتن سيد الحفيز تكلم عن احمد صديق في وقعة مهمة جدا عايزة اسمع مينك قبل ما اسمع الكابتن سيد لا انا ولا ما بحبش اتكلم في موضوع خالص يعني وما بحبش اذكره لان انا شايف انها حاجة طبيعية جدا وحاجة عادية طب قبل ما تتكلم هسمعك انا الكابتن سيد الحفيز تعالوا نسمع الكابتن سيد الحفيز قال ايه في وقعة من وجهة نظري وقعة للتاريخ ضيفنا النهاردة كابتن احمد صديق احمد صديق ما احنا برضو لازم نعلي المواقف الانسانية والمواقف التقديرية اللي بتحصل رغم ان ممكن يبقى الاسم مش الناس يعني متعلقة بيه قوي لكن الحاجات دي لازم تتعرف ولازم الجمهور النادي اللي يعرفها واجب على كل واحد حصل مع المقفف ده مسؤول ان هو يطلع يحكي يحكي حاجة ايجابية احمد صديق ده سنة 2013 احمد صديق ده الباك اليمين بتاعنا الباك اليمين ده اللي هو دوليتي يعني مسك اكاديمية الاهلي في دواي احمد صديق ده في 2013 كان عندنا دقيقة مالية بحكم الصورة والالغاء الدوري والحاجات اللي هي كانت موجودة في الزمن ده فقعدنا في لجنة الكورة خدنا قرار ان 15% من العقود تنزل اتكلمت مع اللعيبة يعني 90% أو 92% وابقوا معي ده بعض الاسماء وانا لحد ما موت عمري هاولها 5-6 اسماء تمام عمري هاولهم احمد صديق ده كان من الناس اللي اتنازلت عن 15% تاني يوم كنا مسافرين الجونة نلعب مباراة ازدى مالك اللي هي بتاعة 4-2 كان فيه خيمة لازم نقديها لاتحاد الكور في اليوم ده فتم استبعاد كان المدير فني محمد يوسف فتم استبعاد احمد صديق وهو لسه مضي مبارح على التنازل على التنازل فجالي ابو تريك كنا في الاوتوبيس رايحين المطار قال لك يا سيد يعني الوادي يتنازل مبارح مثلا وان ماشي النهاردة موت وخرب ديار انا عقلتها في دماغي مع اني والله دي ما كانت الحسابات ابدا راح تباسك التلفون ومكلم صديق قلت له تعالى اخد الورقة بتاعتك التنازل دي وتاخد ال 15% اقسم بالله الوادي اول رده قال لانا بتنازل للنادي الاهلي مش بتنازل عشان اتقايد وانا بتايدش ده موقف للتاريخ يتقال ده موقف للتاريخ تعليقك لا انا شايف انه حاجة طبيعية وحاجة عادية جدا انه نعمل كده انا واي حد لعب ولا بيم واحد في النادي الاهلي يعني النادي لديه فضل كبير جدا علي وعلى كل اللي انتمل النادي الاهلي ولا بيم واحد هو اللي عمل اسمنا وهو اللي عمل تاريخنا وهو اللي لو حد بيبقى لحد اللي تحبق مماشي في الشارع الناس ما بتذكورش اه او ممكن احد لعب في الناديه كثير اسماعيلي ودخلية والتحاد ولكن يتبقى انك لقيت في النادي الاهل انك منتمي واسمك مرتبط بالنادي الاهل فانا شايف ان ده اقل حاجة ان انا كنت ممكن اعملها وعملتها بقلب واخلاص عشان كده محبش خالص ان انا اذكرها ولا اتكلم فيها لكن يمكن الكابتن سيد من الناس اللي لها افضل كتير جدا عليها كان بلك انت النهاردة بقولك من 2013 والحلقة دي غالبا كانت 2019 2020 حاجة كده يعني بعدها بسبع سنين يعني 20-20 انت بتكلم بعد سبع سنين الكابتن سيد عفيز بيحكي هذه الواقعة يعني اللي انا شايفها هتفضل متسطرة بحروف من نور في تاريخ كابتن احمد صديق لا والله سبعة يمكن انت عارف الواحة كان حلم لأي حد نمجمون في دين حتى لو كانش اخد فلوس خالص لكن الحمد لله خد بطلاط وخد فلوس كويسة وخد حب الناس وده كان اهم حاجة بالنسبة لي فانا شايف انه موقف اقل من الطبيعي اللي واحة ممكن يعمل وانا شايف انه حاجة عادية حتى ما بحبش اننا نتكلم ما جالكش حتى لحظة ده انا ماشي ومخصوم مني برح 15% النادي الاهلي وهو بيطلب مني والنادي الاهلي في ضائقة مالية وقتها كان صورة وتوقف الدوري لا ده انا اطلب بال15% وحقي ده خالص يمكن كمان يعني اضافة للكلام الكابتن سيد انه بعد ما رجع من المباراة جابني عنده المكتب وفعلا جاب لي الورقة او اتكلم معي اتنزلت للنادي الاهلي مش حب النادي الاهلي مش اننا موجود او عشان اتأيد او امشي او الموضوع مالوش علاقة خاصة فزي ما اقول لك انا شايف يعني اكيد ما كنتش انا بس الواحدة عملت كتير او اعملت كتير والواحد لو يقدر نعمل اكتر من كده اكيد هيعمل اكتر من كده وده موقف محترم خاصة كمان ان الارقام وقتها اللي كانت الدفع للعيبة مش زال اكرام دلوقتي كمان دي حقيقة بس الفكرة كلها عسما انت عارف انت من جواك ايه وحابب ايه وقادر تعمل وعايز تعمل ايه يعني خب بالك انا برضو بالناس اللي انا ممكن زي ما زكرت في التقرير وبشكركم وبشكر العداد في البرنامج زي ما اذكر ان انا مشيت مرة واثنين وثلاثة وفي الوقت ده ورجعت انا بامشي وارجع امش وارجع وفي الوقت ده اي ممكن محترم الكامل عنديها كبيرة جدا منه ونادي الزمالك ونادي الإسماعيل ونادي امي كانوا مكلمون كتير جدا وانا كنت مستني الاخر لحظة ان انا عايزة ارجع انادي اهلي تاني كنت مامشي وانا جواي هدف وحلم ان انا عايزة ارجعتين صدقا والله مش كلام